يجب أن نفهم هذا المعنى مع وجود المعاني الأخرى التي لا نغيبها من رحمة المؤمن وشفقته وتواضعه وكرمه وحسن معاملته فنحن ندعو إلى ذلك كله لأن هذا الدين رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكن الطبيب في بعض الأحيان لأجل مداوات المريض قد يقسو عليه قد يشق بطنه لأجل إزالة الأذى قد يخيطه وهو يتألم ويصرخ لكن لأجل إنقاذ حياته قد يبتر العضو الفاسد من الجسد إن لم يمكن علاجه إلا بالبتر لأجل إنقاذ بقية الجسد هذه الأمة يجب أن تتخذ قرارات صعبة وأن تقدم تضحيات كثيرة قد تؤذى في أنفسها قد تؤذى في مالها قد تؤذى في كثير من مصالحها لكن كما قال الله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَهِ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تأتي أيام قد تكون صعبة ومرّة وهذا حدث لأفضل منا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في المقاطعة وبقي مع أصحابه ثلاث سنين مع من معه من المؤمنين حتى بلغ في بعض الروايات أنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر ولعل خديجة وم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تأثرت بذلك كثيراً فماتت بعد المقاطعة مباشرة لأنها كانت عجوزاً بلغت جاوزت الستين فهل نحن أفضل منهم؟ ألف لام ميمة حسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلاعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فتارة يحتاج الأمر إلى وقفة حازمة وهذا يكون بالتلاحم بين أفراد الشعب وبين القيادة والرعية بين الأغنياء والفقراء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ومهما هدد العدو فلن يستطيع أن ينال من هذه اللحمة لأن القوة من الداخل والله ناصر المؤمنين أما إن بدأ التنازل شيئا فشيئا ولو بالدعاء مصلحة في المستقبل مما لا يجوز التنازل فيه فأخشى أن نقول أكلت يوم أكل الثور الأبير لأن الدور قادم كما يقولون النار التي تلتهم بيت جارك ستلتهم بيتك عاجلا أم آجلا والله تعالى يقول وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إن كنت مع الله فالله معك التزم طاعة الله وتجنب معصية الله سيؤيدك الله بجنود من عنده ليس الأمر معلقا بقوة البشر بقوة مخلوق وإنما هو معلق بالله تعالى هو وحده النصر من عنده على سبيل الحصر وما النصر إلا من عند الله وقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فلما تتعلق بالمخلوقين من شرق أو غرب لما استمج منهم القوة وهم ضعفاء لذلك يجب علينا أن نعد أنفسنا لهذا الأمر ربما لا تكون المواجهة في جيلنا قد تكون لأجيال قادمة لكن تغيير مسار الحضارات أو التاريخ الإنساني يحتاج إلى مدة طويلة من الإعداد ترجمة نانسي قنقر